مبارح كان فيه مباراة لمنتخب سوريا مع منتخب اليابان ومنتخب نهارده من مراكتين نهارده تصفيات الجولة الاخيرة من تصفيات الوصول لكاس اسيا والكاس العالم تعارفين تصفيات بتاعة قارة اسيا بتبقى بتلعب تصفيات عشان توصل كاس امم اسيا ونفس التصفيات بتوصلك للمراحل النهائية برضو من تصفيات كاس العالم النهاردة سوريا خسرت من اليابان 5-0 5-0 وده اللي خلى تعرفين اللي ماسك منتخب سوريا مستر كوبر اللي كان ماسك منتخب مصر ومعاه طبعا كابتن محمود فايز ومعاه كابتن عصام الحضري فطبعا خسارة كبيرة النهاردة خلت مستر هيكتور كوبر بعد المباراة تقدم باستقالته من تدريب منتخب سوريا اللي كانت هزيمة كبيرة النهاردة خسارة منتخب سوريا من منتخب اليابان 5-0 وخلي بالكو كانوا بلعبوا يعني لعبوا مطشين مع اليابان رايح جاي فخسروا 5-0 طبعا في المطشين فطبعا نتيجة كبيرة وبعت تماما عن الصعود لبطولة اسيا أو حتى كاس العالم فكان يعني مستر كوبر نهاردة عمل مؤتمر صحفي كده بعد المباراة وبيقول لكم تسعيد بالعمل مع اللاعبين ومع الاتحاد السوري لكرة القدم ولكن دي نهاية المرحلة بالنسبة له انه طبعا خسارتين كبار أمام منتخب اليابان 5-0 خليته يتقدم باستقالة مستر هيكتور كوبر من تدريب منتخب سوريا